خارج الألاف من المعارضين لرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعاصمة موسكو السابت لحياء الذكرى الأولى لإغتيال بوريس نيمتسوف حد قادة المعارضة والناقض القوي للكريملين وعاتفوا الروس من دون بوتين وروسيا ساتا تحرر ونيمتسوف قتل من أجل الحقيقة وشارك بالمسيرة رئيس الوزراء الروسي السادق ميخيل كسيانوف سنواصل مبادانه مع بوريس نيمتسوف العام الماضي تغيير المسار السياسي لبلادنا التغيير من خلال الانتخابات والتحضير لتحويل تقاليد بوتين للانتخابات إلى انتخابات مناسبة ونزيعة وقد منعت السلطات الروسية المتظاهرين من الوصول إلى المكان الذي اغتيل فيه نيمتسوف كما اعتقلت أحد المتظاهرين إذا قامت المعارضة بتوحيد صفوفها وقواها وتمثلت بقائم والشاركة في الانتخابات المقبلة سيكون وضع مختلفا تماما سنشكل قوات برلمانية وهذه الكتلة تعد أداة قوية للتأثير على المناخ العام في المجتمع على البرلمان والحكومة معا وكان نيمتسوف اغتيل برصاص مجهولين قرب أسوار الكريملين في مساء السابع والعشرين من شباط 2015 عندما كان يسير وصدقاته واتهم المحققون عددا من الشيشان بتنفيذ عملية الاغتيال لكن أصدقاء نيمتسوف يقولون أن المشتبه بهم دفع لهم لقتله